هذا سائل يقول ما صحة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم البدعة هذه ومن رده على الصوفية في هذه الشبعة هذه بدعة لغوية التراويح ما هي بدعة يا أخي عمر يقصد التراويح ليس كذلك جمع الناس على إمام واحد هذا اللي يقصده عمر وهذه ما هي بدعة هذه سنة الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى بالناس ثلاث ليالي واربع ليالي ثم إنه امتنع من ذلك خشية أن تفرض عليهم رحمة بهم فاستقرت السنة حينئذ وانتفت الفرضية فعندذا فصارت التراويح سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعاً السلف الصالح وهي سنة وليست بدعة لكن عمر قال نعمة البدعة يعني جمعهم على إمام واحد والناس قد نسوا ذلك فهو كأنه عمل مبتدع جديد نسيه الناس فعمر أحيى هذه السنة وجمعهم على إمام واحد كما كانوا صلوها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم